النهاردة أول مطش لمنتخب مصر في البطولة الإفريقية وهيكون أمام منتخب موزنبيق الحقيقة أن الناس كتير بتعتقد أن موزنبيق فالخير على المنتخب المصري لأن الفران حققوا لقب كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات لما قابل المنتخب الموزنبيقي وفاز عليه في دور المجموعات في نسخ 1986 و1998 و2010 نتابع تقرير التالي النهاردة منتخب مصر هيبدأ مطشاته بلقاء منتخب موزنبيق في بطولة الأمم الإفريقية كودفور 2023 في المجموعة اللي بتضم منتخب موزنبيق ومعها منتخب غانا وكافيربي أو الرأس الأخضر هنلاقي التاريخ بينحز لمصر في لقاءات موزنبيق كمان البعض بيعتقد أن موزنبيق فالخير على المنتخب المصري في اللقاءات المهمة لزيدي وبتكون مصدر لإسعاد الجماهير المصرية في بطولة كأس الأمم الإفريقية ولو لاحظنا السنين اللي فاتت هنلاقي فريق موزنبيق بيكون تميمة الحظ بالنسبة للجماهير المصرية ده بسبب أن الفراعنة حققوا لقب كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات لما قابل المنتخب الموزنبيقي في دور المجموعات في النسخ 1986، 1998 و2010 وانتصر فيها بهدفين دون رد لكن النهاردة منتخب الفراعنة بيتطلع في بطولة الأمم الإفريقية 2023 لتحقيق الفوز في المبارادي علشان يسهل عليه مهمة الصعود لدور الـ 16 من البطولة القارية وهنلاقي فيه رغبة عند المنتخب المصري لتحقيق الفوز أمام موزنبيق علشان أسباب كتير هي زيادة فرص منتخبنا الوطني في التأهل لدور الـ 16 كمان نظام النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي بينص على صعود صاحب المركز الأول والتاني من كل مجموعة مباشرة لدور الـ 16 بالإضافة لأفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث وبالتالي فنقات مباراة موزنبيق هتخدم مشوار منتخب مصر في رحلة التأهل لدور الـ 16 ولو نجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز في أول مباراة هيكون مطالب بتحقيق فوز آخر ليحسم صعوده بشكل نهائي وفي حال تحقيق منتخبنا الوطني الفوز أمام موزنبيق هتترسخ عقدته في تاريخ مواجهتهم معا علشان منتخب موزنبيق لم يعرف طريق الانتصارات قدام الفرعنة زي ما تابعنا مع حضرتكم في التقرير أن مصر على موعد مع لقاءها مع موزنبيق في أولى لقاءات إفريقية واحد من المصريين نحو اللقب الثامن